شايفيتك كنت بالماضي عم تبني قصر مش انه قصر يعني بشكل مباشر لا عم تبني المشروع عم تبني شي معين ولكن فجأة هدم هذا الاشي بطل موجود هذا في الماضي ممكن يكون في الماضي القريب او الماضي البعيد هذا الاشي عم بيأثر عليك لحد الان نفسيا فالكوت تقريبا ايجابية فانسى هو الطاق اللي قبلتلك قبل شوي لما طلعنا طاقتك انسى هذا الموضوع لساتك انت عم تفكر فيه بيبين هون عندي انه فيه اشي قدامك فيه بناء يعني شوف هذا الانهدم شي قديم شي فيه مشاكل شي فيه عوائق فانت بالعكس انت خلصت من هذا الموضوع ممكن يكون عمل عمل رديء كنت تشتغل فيه كان فيه كتير مشاكل فيه وهلأ بالعكس شايفه قدامك اللي هو من بعد هاي المشكلة من بعد هذا الموضوع عم بيكون بناء يعني مزبوط عم تحصل على فرصة فعلا بتستحق فانسى الادين اطلع لقدام ورجل عقرب شايفيتك مثل عم بتميل للموسيقى عم تسمع كتير هاي الفترة يمكن اغاني حزينة يا ابصر عم تتذكر يا اما عم تتذكر حبيبي يا اما يعني انت عم بيكون مودك شوي متقلب هاي الفترة فشايفيتك فيه فترات رح تكون فيها زعلان فيه فترات رح تكون فيها كتير مبسوط طبعا زعلان مش للسبب يعني ما تخافوا مش ما فيه يعني وقعات ما فيه شي بخوف ولكن كمود يعني انه مود بدون سبب بدون شغلة حتى تصير حتى لا هي شغلة هيك فترة مؤقتة رح تحس بعض الفترات انه فيه توترات يا برج العقرب بس ما فيه شي بخوف بالعكس اشوفك انت انتهيت من شي قديم غير مربح غير مش في مصلحتك والان الفترة الجاي عم تتطلع على هاي الفرصة او على هذا الموضوع وعم بتروح له شايفي كمان ممكن يكون فيه السفر عم بيفكر برج العقرب بسفر على عمل شايفي انه هذا الموضوع رح يكون ابسط بكتير من ما انت تفكر يعني انت بفكروا انه معقد يمكن لسه ما بلشت بالاجراءات انت بفكروا انه معقد انه كذا بالفترة الجاي رح يتسهل كتير هذا الموضوع شايفيتك هون اريدي خلص مجهز امورك وبدك تسافر ولكن بيقولك انه انه ما تسافر لحالك يعني عالاغلب رح تسافر اما مع زوجة مع حبيب مع ما بعرف بس يعني بينصحك الورق بانه ما تسافر لحالك لانه انت من الناس اللي شوي عاطفيين فيمكن اذا سافرت لحالك تكون كتير شاعر بالوحدة كتير تكون متعزب يمكن نفسيا فحلو انك تسافر مع حدا مو شرط حبيب او كذا ممكن يكون اخ ممكن يكون بس انا شايفيتك مسافر مع حدا يعني مش لحالك شافي فيه كمان شخص ممكن يكون عندك في العمل شايف حاله ومش مصدق وانت عم تاخده على ادعق له على طول الوقت ولكن هذا الشخص رح يكتشف امور رح يكتشف انه انت ما اخده على ادعق له يعني رح يكون فيه شوية صراع للناس اللي اساسا عم يشتهلوا فيه صراعات شوي على خفيف يعني مش كتير هذا الشخص ممكن يكون هوائي ناري او مائي اكتر اشي مبين مبين انه كمان فيه وفرة مالية في نهاية الفترة او طرقية خلينا نقول للناس اللي قول ردي بيشتغلوا فيه فرصة جديدة كمان فيه فرصة جديدة حلوة كتير قلنا عنها للناس اللي ما بيشتغلوا من ناحية الصحة شوف الصحة انت بتعتمد على الموضوع النفسي فانت تعبان نفسيا بالورق فعم ينعكس على صحتك فانت شو لازم تعمل يعني دايرك لازم انه تضبط نفسيتك تحاول تعمل توازن فيه ما تفكر كتير ما تعطي للامور اكتر من حقها لحتى صحتك تكون نيحة الاناث من برج العقرب عم بيهتموا جدا جدا في جمالهم انه اساسا جميلات يعني بس عم يهتموا اكتر فيه كل الموضوع فيه كل المواضيع اللي بتخص الجمال شايفيتك هون عم تترك الدنيا وتفوت الدنيا جديدة تطلع من حبس والله فعلا يمكن يكون في حبس بالموضوع رح تفتح حاي الطاقة يعني رح تفتح فيه طاقة رح تنفتح مثل تفتيح عين او روحانيات او شي عم تطلع من هذا الحبس او السجن او الاوهام لارض الواقع عم بشوف كمان ممكن تترك دنيا تفوت الدنيا تانية تخلص سايكل من حياتك تبلش سايكل جديدة شايفة انه فيه باب رح ينفتح لك هون انا قلت فيه ناس عم بتكون متشائمة تركت شغل هكذا عم بيكون فيه نقص بالمادة طبعا نتيجة هذا الاشي يعني لانه مرتبط المادة يعني عملك فعم بشوفك لا فيه فرصة جديدة فيه باب جديد عم ينفتح انت ما كان يخطر على بالك ابدا خلينا نشوف شوي على العاطفة عقرب دايما لما حرك الورق يعني بنصحكم اتمشوا الفيديو لانه موضوع ممل رح تمسك ايد الحبيب العقرب ما بتقولنا ما بتخبرنا في حب كبير في مشاعر كبيرة بيكنل لك اياها الحبيب او انت بتكون بتكنلوا اياها يعني انا بعيد بكل برج نفس الكلام بحكي لكم انه القراءة ممكن تكون عكسية لانه القراءات العاطفية احيانا بتكون عكسية شايف الطرف الثاني يعني مش قادر على البعد فيه شغف كبير ناحيتك فيه شو فيه محبة وانت شو انت عصابك باردة علاقة ثلاثية ولكن ما بشوفها ذات اهمية ما بشوفها انها مهمة وما في علاقة يعني ثلاثية مش مهمة ومهمة وكزا بس ما بشوفها انها دائمة او كزا بشوفها انها مرة واحدة يعني خاصة انه كرت واحد بيان وخلاص بعديها في اه مصر على هاي العلاقة اول شي طاقات قبل ما انسى طاقات عم تكون هوائية زي ما انتو شايفين نارية مائية اكتر شي اه هلأ مش شرط اذا انا ما ذكرت يعني مثلا طاقات معينة بتكون الابراج مش موجودة ما دخل هاي طاقات يعني عادي اه ما بتأثر بس احنا انا بحكيها عشان انتو بتحبوا انو احكيها اه هلأ بالنسبة للعاطفة شايفيتك يا عقرب عم اول عكس يعني يا انت يا شريكة عم تكتشف اكاذيب عم تكتشف موضوع معين بتعلق بي طرف الثالث اه عم بتحاول بعديها انك يعني اما تجاكره اما تعطيه القدر اللي هو يعني تحجمه ما تعطيه حجم اه رح تعلمه درس زي ما هو ضحك عليك انت انت حاسس بانه بدك تضحك عليه شاعر بالانتقام يعني ناحية الطرف الثالث واكنه ضيع الشريك من ايدك او لهاك عن الشريك حاس هيك من الورق في عندك كتير صراع من ناحية العاطفة ما عم ترسى على اه بر طول الوقت لكن بالفترة الجاي انا بشوفك يعني خلص حصلت على الحبيب بكل اريحية اه شايف انو الحبيب شوي الان عم بمر في ضيقة مالية ولكن هاي الضيقة يعني ما بشوفها مستمرة لوقت طويل اه بشوفك بشوف شوفه على اغلب الانثى ان كان انت او الطرف الثاني ان كان انت اه فالعال اغلب هي المنتصرة وهي اللي رح تكون اه يعني لها اليد العليا في الموضوع هي اللي رح تكون الموضوع او بتحركه بالطريقة اللي بدها اياها هي اللي رح تكون الليدر في الموضوع شايفي هاي العلاقة كتير شو شوف هدول الكرتين يعني مكملين لبعض نفس الصورة عم بتكونوا متشابهين كتير كتير انت ويانا ما عم بقول على الصعيد الثقافي وشغل هذا لا انا عم بقول بالمستقبل بهاي الفترة رح تكونوا كتير قريبين من بعض لدرجة انه يعني رح تشبهوا بعض بالاخير فشايفي انت رح تقدم والطرف الثاني رح يقدم نفس الكاس كاس الحب فدول الكرتين مع بعض انه واو يعني نادرا ما يطلعوا مع بعض وعلاقة مستمرة وجدية ما رح تكون هي علاقة عرضية او كزا عم بشوف واحد من الطرفين او انت عم بتكون كتير شغوف على الطرف الثاني مش قادر تستنى بدك باي وقت تبلش ولكن هذا صبرك رح يعني رح ينتهي ورح توصل للبدكية لانه تن وان عم رقم عشرة خلص انت خلصت التعب خلصت الامور هاي كليات الزنخل اللي فيها فيها عكوسات وعم بتبلش شي جديد مع الحبيب راك روت يعني حلوة بس يا عقرب بطل التشاعم انت وانت رح تشوف كتير اشياء حلوة لو تركت التشاعم او الافكار يبعد عن ناس المتشائمة عم بشوف في حواليك يعني ناس كتير متشائمة او عم بيحكو لك عم بي ايش بيسموها بيكسروا بما اديفك على قولة اخواننا المصريين حبايبنا اه او انه يعني ما بعرف اه في حواليك ناس بيحاولوا انهم يحطوك فابعد عن هاي الناس او همشهم ازا كانوا من العيلة اه بشوف للبعض من عندكم من العيلة نفسها فلو ما كنتوا لو ما كنتوا قادرين انه تبعدوا عن هدول الاشخاص ازا كانوا من العائلة ففيكم انه تهمشوا يعني تسمعوا من هون تطلعوا من هون فبس انكم تبتعدوا عن الاشخاص اه السلبيين شوف رح توصل لمرحلة رح تصلي فيها يمكن ركعتين شكر يا رب اه على موضوع انت كنت اه شوفوا هذا الشخص في جزيرة لحاله وحيد اه متل مثل برمودا ما فيش يعني احده هناك نهائيا اه اجهاله الفرج من ابعيد فبيقول لك رح توصل لهاي المرحلة انه تشكر اه ربنا بكافة الوسائل على الامور اللي انت عم بتحققها بالفترة الجاي ان شاء الله يا رب الله كريم بس بيقول لك زيح الافكار السلبية من من راسك لا تسمع اوهام لا عيش بالواقع زي ما هو كمان عم بشوفك يا عقرب البعض منكم عم بيحلم احلام اللي هي غير واقعية فلا بيقول لك امشي على الارض يعني امشي واحدة 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 ما تحلم بالشي بعيد جدا لا احلم شوي شوي يعني انت رح تحقق الامور ولكن يعني شوي شوي ما تحمل حالك اه اكتر ما بتستحمل طيب خلينا نشوف مثلا شو بنا نشوف? خلينا نشوف هدول الكروت شو عم تقول? لبرج العقرب. اه شوف حبيبي هاي الطاقة بتعطيك طاقة ايجابية ازا كانت طاقتك ناقصة او سلبية فانت بتحولها لا ايجابية ازا عملت هادا الاشي. سامح. ما بحكي لك انه تنسى. يعني احنا مش من يعني احنا مش آلة او مشين عشان خلص تكبس على الكتسة وتنسى الموضوع لا. بس انه اه سامح على الاقل زي ما قلت قبل شوي ببرج من الابراج انه نقول حسبي الله ونعمل وكيل وخلص بكفي. ما نحاول انه ننتقم ما نحاول لانه في شوي روح انتقامية عند بعض ال 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 بعض الناس. اه راح تكون بيقول لك هون انه خفف شوي من الحساسية. اه كون عملي اكتر اه مشي امور اه ما تدق على كل شي وكل اشي راح يمشي. بس بيقول لك انه احزر من الحساسية. يمكن الفترة الجاي راح تكون كتير حساس. خفف من هذا الموضوع ازا كان موجود عندك. حباي ببرج العقرب برجع اشوف اشوفكم في فيديو تاني. يا رب بكون شهر خير عالكل عالجمية.